كشفت صحيفة أسبانية عن تمويل قطر مراكز تدعي أنها إسلامية لكنها في الواقع تعمل كمنصات تجنيد وتنظيم لجماعات متشددة في أسبانيا وتحديدا في قليم كتالونيا الذي وقع فيه هجوم برشلونة الإرهابيان وقالت الصحيفة في تقريرها أن الدوحة تقدم الدعم لتلك المراكز هناك عبر رجال أعمال أثرياء ما أسفر عن نمو ظاهرة التشدد في أسبانيا وعاد هجوم برشلونة الذين تبناهما تنظيم داعش إلى الأذهان الحديث عن التمويل الذي تتلقاه مراكز يرتادها متطرفون في أوروبا ما دى إلى وقوع عمليات إرهابية أودت بحياة أبرياء تقرير نشرته صحيفة لاراثون الأسبانية كشفت فيه عن دعم يأتي من الخارج خاصة من الدوحة لمراكز متشددة في أسبانيا وتحديدا في قليم كتالونيا التي أصبح على حد قول الصحيفة معقلا للتطرف والإرهاب ترجمة نانسي قنقر